سيعمار من سوق أهراس هذه سوق أهراس هذه بلد السبوع أهراس بالشاوية هو سبع سوق أهراس كان عندهم سوق يبيعوا سبوع سمعتوا سوق مش يبيعوا النعاج والخرفان والبقار هذه العالم قعكينة عندهم سوق يبيعوا سبوع شفت الجزائر هذه أرجالة الأبطال يأتي السبع يبيعوا سيعمار من سوق أهراس يقول شيخنا كنت منخارطا في الجيش الوطني الشعبي وخلال العطلة وقع لي حادث سببه أني كنت سكرانا وقد تلقيت علاجي كاملا على مستوى المستشفى العسكري وقررت الإدارة العسكرية المسؤولة عني منحي منحة مالية بسبب الأضرار التي أصابتني سؤالي هل هذه المنحة حلال علي يا سيعمار قبل ما تسأل على المنحة اسأل عني الخمر اسأل عني الخمر لي كنت سكرانا رب يعطيك عقلك يا سيعمار والعقل حاجة حاجة ما عندها الثمن شعال واحد عاقل شعال دراهمة ما تقدرش ما تقدرش توزنها أنت يا تشرب الخمر لتفسد عقلك والخمر حرام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجاسة يعني من عمل الشيطان زين فجتاني بور فعل أمرين وفعل الأمرين هو طلب التركي للوجوب شفت يا عمار اسأل عني الخمر أنا حبك يا سيعمار كنت سمعني بطل الخمر ما تدورش قدامها ولا معالي دور قدامها ولا فطرق لكين الخمر بعد قاع خلاص بعد قاع قل له وعاجلت إليك ربي لترضى توب إلى الله واندم على ما فعلت هاك شفت رح تخلط في الخمر هاك عشيت في حادث مرور وصحتك رهي في خاطر يقول هل هذه المنحة حلال علي حيث أن هناك من أخبرني أنها حرام وعليش حرام يا سيعمار وين هو الحرام الإدارة على الجيش الوطني الشعبي عرفت الأضرار وقدرت هذه الأضرار وعندها مصالح عندها مصالح متخصصة في هذه المسائل أنت درت الملف لأنك أنت رأك عضو في الجيش الوطني الشعبي سواء رأك في السكن أو لا في الشارع رأك عضو أنت من خارج في الجيش الوطني أنت ماشي خدام في شركة على الخمسات خلاص الخدمة تاعك أنت رأك عضو درت الملف تاعك درت حادث مرور قيموا الأضرار شافوا العلاج تاعك وش لازم وخداموا قرار يعطوك منحة لأنهم قيموا هذه الأضرار فهي حلال عليك من وين هو الحرام وين هو الحرام هذه المنحة سرقتها زورت خدأت لا إذا كان الأمر كما تقول فهي حلال عليك وما زيست شرب الشراب يا عمار يا عمار يوم القيامة كيف تلاقي يا ربي لما تقف بين يدي الله ويقول لك يا عبدي وعلى هرتكبت حد من حدودي كيف تسلك هلتم شكون واش يسلك هلتم فهمت يا سي عمار والله أسأل والله أن يكره إليك الخمر ويحبب إليك الصلاة قل آمين سائلة تقول غادرت مسكن الزوجية وبعد سنة زوجني والدي من أحد البقار وبعد خمس سنوات حضر زوجي الأول لبيتنا لكن والدي رفض أن يستقبله والحال هكذا منذ 21 سنة وعند الآن عشر من الأطفال فما حكم ما فعله والدي هذه مصيبة كبيرة يا أختي مصيبة كبيرة مصيبة كبيرة اللهم أخفر لنا واتب علينا اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء مننا غادرت مسكن الزوجية لدار بابك ومبعد بابك زوجك وأنت متزوجة زوجك وأنت متزوجة وبعد ما زوجك رجلك ما زالوا يجي لداركم يقولوا ما نمس حق مرتي أعطوني مرتي منذ 21 سنة 21 سنة عندك عشرة من الأطفال ما رأني أعرف من الأول ولا من هذا الثاني المهم اسمعيني جيدا زواجك من هذا الرجل الثاني هو الزنة بعينه وأنت تعلمين أنك متزوجة وبابك يعلم بأنك متزوجة فقد زوج إمرأة متزوجة زواجك من الثاني هو الزنة بعينه ولا ينفعك يوم القيامة أن تقولي أنا باب واعر ونخف منه وما عندي ما ندير وإحنا يا في الضوار يعني ضعفاء لا ينفعك كان عليك تفدي حقيبتك وطهر بالرجلك لما عرفتي بابك رح يجيب لك راجل أجنبي وأنت متزوجة اروحي للشرطة وخرجي من الضار تصيب خالق عمك جاركم إمامة الجامع بابك زوجك وأنت عندك راجلك وخفتي منه ليلة الدخلة ليلة الدخلة هذا الراجل الجديد لو كان قلت له أنا راني مزوجة وعندي راجلي وما رانيش مطلقات تقولي له له تقولي لي يمه الخواتات لهذه لديه وكعروسة والله العظيم غيره كان وعيط راجلك وكي عند راجلك لكن أنت سكت واحد وعين سنة وانت سكت وركب لكي أن راجل تاك اللول لعقد عليك عقدا شرعيا لا يصح أن بابك يزوجك حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا اللهم سامحنا اللهم توب علينا على بالك الآن ما زالك مزوجة براجل الأول ما زال هو رجلك في الشريعة الإسلامية هذا كله هو ليه وراجلك الآن رأك في الزنا لازم تتوب وتستغفر وتندمي وتبلغي لهذا الرجل الأول حبي يردك الله يكن معاه وإذا طلقك مطلقا أما تقعد هكذا فلا يجوز وإلى حصة قادمة إن شاء الله